تتصاعد المخاوف من احتمال نشوب أزمة ديبلوماسية بين بريطانيا والولايات المتحدة على خلفية تسريب وثائق ديبلوماسية موجهة من السفارة البريطانية في واشنطن إلى وزارة الخارجية في لندن تضمنت انتقادات شديدة اللهجة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب المتحدثة باسم رئيسة الوزراء المستقلة تيريزا مي قالت ان اراء سفير البلاد لا تعكس رؤية الحكومة واكدت ان العلاقات المتينة مع واشنطن لن تتأثر بدوره اعلن وزير الخارجية البريطاني جيرمي هانت فتح تحقيق لكشف المسؤول عن التسريبات واضعا ما قاله داروش في خانة الاراء الشخصية سفيرنا كان يؤدي وظيفته اي تقديم تقارير صريحة واراء شخصية بشأن ما يحدث في البلد الذي يعمل فيه ولكن هذا لا يعني اننا نوافقه الرأي حتما لن نسمح بان تتدرر علاقات التي تربطنا بالولايات المتحدة والتي تعد من اقرب حلفائنا بريطانيا انقسمت فيما بينها بعض ينأى بنفسه واخرون يبررون النظام الامريكي يسرب معلومات اكثر من نظامنا اتذكر عندما كنت في وزارة الخارجية كانت لدينا معطيات بشأن تسريبات خطيرة من البنتاجون او وزارة الخارجية او اي جهة اخرى في الواقع التسريبات المتعلقة ببريطانيا تعد جزءا صغيرا مقارنة بالمعلومات التي كانت تسرب من جانب الولايات المتحدة خلال السنوات السابقة في المقابل اكتفى ترامب بالقول ان دارش لم يخدم مصالح بلاده رافضا اجهاد نفسه في الحديث عن الامر هذا السفير لم يخدم بريطانيا جيدا وبيوسعي تأكيد ذلك لسنا من المعجبين بادائه بامكان قول الكثير عنه لكنني لن اتعب نفسي الوثائق المسربة التي نشرتها الصحيفة الديلي ميل البريطانية تضمنت وصف دارش لترامب بالرئيس العديم الكفاءة والاهلية وتشبيهه الصراعات السياسية في واشنطن بقتال السكاكين وتوقعه نهاية مخزية لولايات ترامب كذلك وصف سياسات الادارة الامريكية اتجاه ايران بالفوضوية مبديا شكوكه في صدقية ترامب بشأن الرد على ايران بعد اسقاطها طائرة امريكية من دون طيار